بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم زيكم يا شباب سحب الحظ مليون دولار الشركة اكس ام منزلاها للعملة بتوعها اعتقد ان فيه كتير ما يعرفش حاجة عن المسابقة دي برغم ان رصيده موجود وانه يقدر يحقق شروط المسابقة دي مسابقة تروجية منزلاها الشركة بتاعتنا شركة اكس ام من افضل شركات الفوركس اللي اشتغلت معاها شروطها بسيطة جدا هنعملها مع بعض وهنشوفها مع بعض كمان في الفيديو ده لو حضرتك بتملك حساب هتخش تعمل الخطوات اللي انا هوريها لك لو مش بتملك حساب هتلاقي تحت الفيديو رابط الاشتراك في الشركة وتقدر تبدأ تسجيل والإداع وتشترك زي ما هنعمل بإذن الله دلوقتي سحب المليون دولار وصلني اميل بيقول لي ان اجمال الجوائز بيساوي مليون دولار امريكي بيتم منح تمنمائة الف دولار امريكي على مدى فترة عشر شهور تمانين الف دولار شهريا يعني احنا معانا عشر شهور كل شهر هينزل تمانين الف دولار شهريا بيتم تقديم جوائز بقيمة ميتين الف دولار في الحفل الكبير ده هنبدأ نعرف تفاصيله ان شاء الله بعدين انا طبعا هتابع معاكو سلسلة فيديوهات جو المسابقة ازاي باشترك ازاي باشتغل ازاي بقدر افتح التلاتة لط اللي مطلوبين مني كل الكلام ده ان شاء الله هيبقى في سلسلة كاملة جاية هنشتغل عليها المدة هي عشر شهور لحد اغسطس 2020 احنا دلوقتي في فبراير 2020 يعني معانا شباب لحد نهاية السنة كل شهر كل شهر بتخش كمنافسة منفصلة يعني كل شهر بتدخل على منطقة الاعضاء بتاعتك وتقوله انا هسجل في المشاركة دي في السحب ده الشهر ده يعني هشارك الشهر ده في السحب ده خدني معاك الشهر ده خلصت الشهر بروح الشهر اللي بعده بقوله انا كمان هشارك الشهر ده لان كل شهر هو منافسة منفصلة تمام الاهلية او التسجيل بيقولك يتعين على عملاء ايداع 500 دولار امريكي في عملة كتير جدا معايا من ناس اللي مسجلين رصيدهم فوق الالف دولار يعني ومعديين كمان ال 500 دولار امريكي وطبعا هم مش مشتركين في المسابقة ففي الفيديو ده هوريكو ازاي هتشترك في المسابقة ولو انت لسه شخص جديد هتقدر بايداع 500 دولار وتشتغل تفتح 3 رط هنجيب الشروط دي بعدين يعني هتكسب من اداعك ال 500 دولار زائد الصفقات بتاعتك زائد الاشتراك في المسابقة ولو جه عليك السحب الحظ وتم اختيار رقم حسابك هتقدر تحصل على الجايزة بتاعتك على طول بعد التواصل مع مدير حسابك يبقى احنا قلنا ان انت لازم يكون في رصيدك 500 دولار لو انت راجل قديم خلاص ورصيدك فيه فوق ال 500 دولار هوريك الطريقة ازاي لو انت راجل جديد هتلاقي تحت الفيديو رابط تسجيل تقدر تسجل علشان تخش وتشتغل معانا في صحب الحظ ده طيب بيقولك ان انت تتداول على الاقل 3 عقود كياسية 3 عقود كياسية يعني ايه شباب 3 عقود كياسية الشباب اللي معانا لو انت لسه جديد هبدأ اشرحها لك فيما بعد الناس القديمة اللي معانا عارفين ان العقد القياسي يساوي واحد لط صحيح اللط هو حجم الصفقة اللي احنا بنفتحها فكلنا بنبدأ مثلا من 001 يعني من 10 سنت او 0.10 يعني بواحد دولار الصفقة بتاعتك احنا عايزين تجمع 3 لط حقيقي يعني 3 وحيد واحد صحيح واحد صحيح واحد صحيح تعملها ازاي يا اما 30 صفقة بلط 0.10 يا اما 60 صفقة بلط 005 تمام وهكذا احسبها المهم ان يبقى معاك 3 عقود كياسية لط واحد صحيح 3 مرات انا بسهلة جدا او تمام لا يمكن استخدام البونس يعني الناس اللي فاتحين حساب واخدين بونس هتفتح حساب فرعي اضافي من الجنب وهوريك برضو بيتعمل ازاي وتحول لي 500 دولار فقط لا غير بدون اي بونس يعني وانت كمان عضو جديد بتسجل في الشركة لا ارغب في البونس دي مهمة جدا جدا ان ال 500 دولار يبقى صفيين في الحساب بدون اي بونس تمام طيب بيتعين على العميل التسجيل من خلال منطقة الاعضاء الخاصة بيهم والايداع مرة اخرى المشاركة في سحب الحظ الشهر الجديد وهفهمكو هنعملها ازاي كل شهر التزاكر بقى ايه بقى نظام التزاكر اللي هيحصل اول تلاتة ستندر لط اول تلات عقود هيتاخد تذكرة واحدة للسحب الشهري زائد تذكرة لسحب الحظ الكبير اللي احنا اتكلمنا فوق اللي هو الجايزة اللي بقيمة 200 الف دولار في الحفل الكبير يبقى انت هتاخد تذكرة للتمانين الف دولار تذكرة للربح التاعك الشهري زائد تذكرة للحفل الكبير تمام يبقى انت لو تدولت احنا الشهر ده اشتركنا دخلت اشتركت بالطريقة اللي هوريها لك اشتركت وفتحت تلات لطات تلات وحايد تلاتة لط ستندر تمام هاخد تذكرة للسحب ده السحب الشهري اللي انا اشتركت فيه زائد تذكرة لسحب الحظ الكبير اي تدولات بتتدولها بعد كده هتحصل على تذاكر اخرى لهذا السحب الشهري زائد تذكرة واحدة لسحب الحظ الكبير في العقد الكياسي لذا كلما زادت تداول زادة الفرص في الفوز بالجائزة يبقى شباب اول تلات لطات هاخد تذكرتين تذكرة لسحب الشهري وتذكرة للحفلة الكبيرة طيب فتحت كمان بعد التلات لطات في نفس الشهر تلات لطات تانيين تاخد تذكرة تانية يبقى انا جمعت في الشهر تذكرتين هنا وتذكرتين هناك في سحب الحظ الكبير تمام كده شباب اعتقد الموضوع بقى سهل يعني لو تدولت اكتر من تلاتة لط هتاخد تذكرة تانية في السحبين مع كل لط اسطاندر لو زودت عن التلاتة لط هتاخد تذكرة تانية مع كل لط اسطاندر طيب يبقى انت لو تدولت اه بصوا شباب ده مهمة جدا انا التلاتة لط الاولانين قد ديلي تذكرة هنا وتذكرة هنا طيب زودت عليهم لط بقى اربعة لط استنى ده كل واحد لط هتاخد تذكرة زيادة يعني لو فتحت اربعة لط تاخد اربع تذكرة لو فتحت خمسة لط تاخد خمس تذكرة فهنا في المثال بيقولك ان انت لو تدولت في الشهر ده عشرة لط اسطاندر ده هتاخد تمن تذاكر شهرية لجائزة التمانين الف وتمن تذاكر جراند جالا مقابل متين الف دولار ده لصحب الكبير فاهمينا شباب يعني اول تلاتة هيتحسبوا بتذكرة واحدة بعدين زودت واحد تاخد تذكرة زودت واحد تاخد تذكرة زودت واحد تاخد تذكرة والموضوع بسيط جدا بالنسبة للفائزين السحب السحب محظوظ في الخامس من كل شهر والفائزين اللي بيبلغهم مدير الحساب تمام بيقولك ان بيتم السحب كل شهر وبيبلغك مدير الحساب برقم حسابك ان انت فزت في الشهر ده لا يمكن استبدال التذاكر الشهرية اللي في الشهر ده يمكن تجميع تذاكر حفل العشاء على مدار عشر شهور تعالوا بقى ان ترجم الكلام ده لحاجة كده سهلة وبسيطة وهنفهمها كلنا انت لما بتسجل في الشركة الناس بالنسبة للناس القديمة المسجلة معانا هتروح تعمل ايه وهوريك ازاي لو انت عضو جديد تشتغل تمام بالنسبة للناس القديمة اللي معانا هتفضل خش على صفحة الدخول بتاعتك هات الصفحة الرئيسية كده العميل ده لسه مسجل وكان اودع تقريبا تسعمية دولار وحسابه حاليا دلوقتي الف وتلاتاشر دولار اولا مبدئيا الرصيد الف دولار يعني انت دلوقتي متخطل خمسمية دولار بتاع اول شرط يبقى هيحق اليك يحق اليك التسجيل ازاي هتسجل ازاي هتسجل هتروح على قيمة العروض شايف قيمة العروض هضغط عليها كده تمام يا شباب هنا العروض هي اه ده جايزة المليون دولار بمناسبة عرض الزكرة السنوية العشرة هنشترك في اه الاشتراك بتاع شهر فبراير بيقولك ان معاك لحد يوم تسعة وعشرين اتنين سجل ان معاك خمسمية دولار فعملك علامة صح قالك انت كده تمام عايزين بقى نحرق تلات عقود اسطاندر او نشتغل نفتح تلات عقود اسطاندر تجزقهم تقطعهم تفتحهم مرة واحدة ده براحتك وبيقولك ان النظام قد يستغرق ساعتين لتحديث جماعة التفاصيل وعرض نشاط دولك المحدث العرض بينتهي بعد اتناشر يوم علشان يوم تسعة وعشرين هيخلص عشان هتخش في شهر مارس اللي هو التسجيل الجديد يبقى احنا كل شهر هنروح على العروض وهنروح رايح له التسجيل تعالوا كده شباب نقوله التسجيل بيقولك بالنسبة ذكرى مرور العشر سنوات الجمال الجواز اللي معانا اللي احنا نقدمها لك مليون دولار الخطوة الاولى قبل ما تسجل في العرض لازم يكون ليك حساب تداول سواء امتي فايف او امتي فور يعني يكون ليك حساب جوه الشركة حقيقي ومصادق ورصيده لا يكل عن خمسمائة دولار تمام الخطوة التانية لما تستفي المعايير الموضحة في الخطوة واحدة يعني لما يكون عندك حساب سواء من النوع ده او من النوع ده وفي الرصيد ده بتقدر تسجل في العرض الخطوة التالتة بيقولك من فضلك معاك طول الشهر تفتح تلات عقود ستاندر دورة كاملة او تلتميت عقد ميكرو دورة كاملة تمام يعني لو انت حسابك ميكرو يبقى انت مطلوب منك تلتميت عقد لان العقد اللي ستاندر طبعا يختلف كتير عن الميكرو الصغير تمام سواء في الفوركس او الدهب او الفضة بيقولك في الفوركس يعني عملات الفوركس كلها في عملة الدهب في عملة الفضة يبقى المؤشرات مش معانا عشان الشباب اللي بيقولك انا بشتغل على الداو بشتغل على اي حاجة من دي فاحنا قلنا ان يا الفوركس يا اما الازواج اللي احنا عارفينها كلها يا اما الدهب يا اما الفضة علشان تحصل على تذكرة لسحب الحظ الشهري زائد تذكرة لسحب العشاء الفاخر كده بقى الموضوع ايه الخطوة التالتة دي سهل اوى الخطوة الرابعة كل واحد عقد ستاندر اضافي هتاخد تذكرة اضافية زائد تذكرة اضافية يعني انت كده بتزود بتزود آآ نسبة الربح بتاعك يعني لو الراجل فتح عشر عقود اصبح معاه عشر تذاكر آآ لو فتح آآ لو فتح فوق التلاتة فوق التلاتة بياخد واحد يعني التلاتة بياخد واحد بده علشان مثلا يوصل لعشر عقود لو فتحهم كلهم هتاخد عشر تذاكر هنا وعشر تذاكر هنا بيعلي نسبة الفوز بتاعتك تعالوا بقى نشوف الجوائز بتتوزع بالشكل ازاي بيقولك ان فيه تمانين الف دولار اسف معلش اجمال الجوائز تمانين الف دولار لخمسين فايز الجايزة الاولى واول واحد واعلى واحد هيقدر يشتغل هياخد رصيد عشر تلاف دولار في حساب التداول بتاعه هيتم الاتصال بيه من قبل مدير الحساب بتاعه يقوله الف مبروك حضرتك هينزلك عشر تلاف دولار في حساب التداول بتاعك لو قدرت توصل للجايزة دي بقى انت كده من افضل المتداولين في الشركة وتقدر بالعشر تلاف دولار تفتح عشر حسابات تحط في كل حساب الف دولار معزرة طيب الجايزة التانية يا شباب قولنا رصيد تمن تلاف دولار في حساب التداول بتاع الفائز يبقى التاني هياخد تمن تلاف دولار التالت بياخد سبع تلاف دولار الرابع بياخد ستة سبع تلاف دولار الخامس بياخد سبع تلاف دولار من السادس الى الخمستاشر كل واحد منهم بياخد الفين دولار في pihaz طبعا نوفمبر اللي فات انتهى ديسمبر انتهى يناير انتهى انت في معاك اهو فبراير مارس ابريل مايو يونيو يوليو اغسطس تمام كده شباب اهو طبعا هنا بيوريلك ان انت مشتركتش في يناير وفبراير اهو اجي هنا بقى اجي هنا اسجل في فبراير وفي مارس لما شهر مارس هيجي هيتفتح لك قيمة التسجيل هتسجل وفي ابريل وهكذا شباب يبقى انا كل شهر هروح اسجل بالشكل اللي احنا شايفينه ده كده اهو تم تسجيلك بنجاح يرجى التحقق من بريدك الالكتروني للحصول على التفاصيل تمام كده شباب يبقى انت كده اشتركت في عرض فبراير اهو هتبدأ بعد ما هتبدأ تفتح تتبع التقدم تضغط كده اهو شباب ادى فبراير اهو بيقولك ان خلال ساعتين هتلاحز عدد العقود والحاجة بتاعتك كلها نزلت لك لما هتعمل تلاتة لط هتاخد تسكرة اربع لط هتاخد تسكرتين خمسة لط تلات تزاكر ستة لط وهكذا اربع تزاكر ثم وهكذا شباب يبقى دي كل ايه الفكرة انا لو فتحت الحساب اللي احنا مشتركين به هفتحه من على الفي بي اس اهو الحساب ربحان مية تمانية وسبعين دولار ومش عاكس اي حاجة غير اه دولار واربعين سنت هنبدأ ناهله هنبدأ ناهله شباب للمسابقة اللي ايه اللي بالشكل ده طبعا على كناة التليجرام هنزل لكم باذن الله التفاصيل محدثة دوما احنا عملنا ايه في الحساب اللي احنا اشتركنا فيه ده كل الشباب اللي ليها حساب تقدر تخش دلوقتي على العروض التروجية وتعمل اللي احنا عملناه ده وهيقدر يشوف تتبع التقدم بتاعه بيقولك انه ممكن ساعتين لحد ما ايه اظهر لك النشاط بتاعك اهو بالشكل ده كده شباب والشهر اللي جاي هتروح على مارس تقول له التسجيل الشهر اللي بعده ابريل وتقول له التسجيل لحد ما ربنا يسهل ويحلفك الحظ في اي من الشهور دي يا شباب فاي من الشهور دي الموضوع سهل جدا الموضوع بسيط ومش فيه اي حاجة طيب بالنسبة للناس الجديدة هتربقى تضغط على الرابط اللي تحت وتبدأ في تسجيل حساب تداول في شركة اكس ام تعمله سواء ام تي فور او ام تي فايف انما لو هتشتغل باللكسبرتات والمؤشرات الموجودة حاليا الام تي فور هو الافضل لان بيتحلك كل الخصائص بتاع المؤشرات واللكسبرتات حاليا اللي موجودة واللي مشهورة فانت افتحوا ام تي فور حساب استاندر رفع واحد الى خمسمية ثم اودع فيه خمسمية الدولار وخش اشترك في المسابقة بتاعت صحب الحظ دي وربنا يسهل ان شاء الله تابعوني على القناة علشان هنبدأ لنزل استراتيجيات ازاي تقدر تشتغل وتفتح التلاتة لوت بتوعك بناء على ايه تقدر تفتح التلاتة لوت بتوعك وازاي تقسمهم والعملات اللي هنشتغل عليها باذن الله والموضوع سهل جدا يا شباب شكرا ليكو والسلام عليكو تحت الفيديو ان شاء الله هتلاقوا رابط التسجيل لو انت جديد اما لو انت عضو موجود فعلا هتروح على الصفحة الرئيسية بتاعتك وتعمل الخطوات اللي احنا عملناها ده وتقدر تضغط على الرابط لو انت مفيش هنا ايه حسابات مسجلة تقدر تضغط على بعد ما تسجل دخول على الحساب بتاعك تضغط على الرابط اللي تحت الفيديو ثم افتح حساب اضافي امتي فور واحد الى خمسمية بدون بونس استاندر وتبدأ تشتغل وتقدم في العروض التروجية او سحب الحظ اللي موجود معانا ده لحد اخر السنة وان شاء الله كل يومين ثلاثة هننزل فيديو لتطور الحساب وازاي اشتغلنا والحاجات دي كلها شكرا ليكو شباب والسلام عليكم